السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم من جديد معاكم عبد الرحمن حسام زيدان متخصص في مجال التجارة الإلكترونية ومدرب معتمد على منصة e-amira.com راح أتكلم اليوم موضوع مهم جداً كتير ناس طلبوا مني وهو ما هي الآلية الصحيحة للتسجيل على موقع إي بي طبعاً زي ما احنا بنعرف موقع إي بي موقع أمريكي تم تأسيسه عام 1995 بغرض نظام المزادات والإعلانات وتم تطوير هذا الموقع إلى أن أصبح من أضخم المواقع العالمية وهو يساوي موقع أمازون بالضخامة والخدمات الموجودة موقع إي بي بإمكانك أنت تبدأ فيه وإنت تاجر بإمكانك تبدأ فيه وإنت فرد بإمكانك تبدأ فيه وإنت معك رأس مال بإمكانك تبدأ فيه وإنت ما معك رأس مال سياسة التسجيل على موقع إي بي سياسة لها دقة والدقة في موقع إي بي تعني أنه أنت ما بدك توقع بخطأ واحد عشان تتبلك إذا بتوقع بخطأ واحد فقط تتبلك وإذ لم تتبلك ستجني المصاري لكثيرة مبالغ كثيرة كثير يظن أنه التسجيل على موقع إي بي بمجرد أني دخلت وعملت create account لا مش هيكا عشان تقدر تتقن إي بي بدك تحضر لك مئة وأربعين فيديو متخصص وتدخل ضمن دعم لمدة سنة تستطيع انخلال وتنجح هل ممكن تجي تحكي بدعوه السنة تتعلم لا بشار واحد تتعلم الشار الثاني بتعرض منتجات الشار الثالث بتبيع إذن إحنا عشان نوصل الرسالة لناس كتير بس شاطرين في الحكي وشاطرين في الطعن من غير دليل وسيحاسبوا إنه إحنا هدفنا نبيع كرسات لا مش هدفنا نبيع كرسات هدفنا نوعيك حابب تأخذ مننا كرسات أهلا وسهلا بنعلمك وبنزبطك وبنعطيك اللي بالدكية عشان نقدر نتواف معك مو حابب تأخذ مننا خذ من غيرنا حابب تتعلم لحالك أنت حر ولكن لن تصل إلى نتيجة صحيحة لأنه ما في واحد نزل على اليوتيوب يعطي فيديو لله ما في حتى علاقتك مع الله عز وجل مصلحة إن تطيع الله يدخلك الجنة إن عصيته يدخلك النار آمنت فيه بدخلك الجنة كفرت فيه يدخلك النار هاي حياة قاعدة هاي بينك وبين الله بينك وبين عائلتك إذا أنت بتحترمهم وتقدرهم وتكون منيح معهم العلاقة بتستمر بيكون سيء بتسب بتشتم الله راح لن تستمر هيك ما في علاقة مجانية مع أي حدا ولكن فيه مساعدة تمام يعني أنا لما أكون أوصل مرحلة إني أنا بدي أساعدك في إشي معين فأنا باجي بقدم لك شي مجاني من ضمن إشي مدفوع وهذا الشي ما راح تلاقيه عند حدا أنا بعطيك كمثال إذن النجاح على موقع إيبي أول طريقة إنك إنت عشان تنجح في موقع إيبي وتسجل فيه بالطريقة الصحيحة وتبيع هو التعلم عند خبير وبنرجع ونحكي لكم هدفنا نوعيك مش هدفنا نبيعك الكورس زي ما كثير الناس بيحكوا لا إحنا في عندك مجال إما تتعلم لحالك أو تتعلم معانا أو تتعلم مع غيرنا ولكن إحنا بنصيحتنا وخبرتنا ما تضيع حالك ووقتك بس بمجرد مش حابب تدخل في الكورس وتروح تتلفع لك ألف وألفين وثلاتة على مدة سنتين لا تقدر أنت توصل للطريقة الصحية وتخسر في ناس كثير سجلوا لحالهم في المحصي يخسروا في المحصي يخسروا لا في نظام خدمة زبائن ولا في شحن طيب طريقة صحيحة ولا في تسعير بالطريقة الصحيحة خسر البزنس أنت بدك تأخذ هذا البزنس عشان تجمع ألف دينار منه وتطلع منه وتضلك طول حياتك مفلس هيك الفكرة إذن النجاح على موقع إيباي يعتمد أول إشعة التعليم الصحيح ومن ثم البحث راح أفرجيكم أداة من أدوات البحث على موقع إيباي بتساعدكم للوصول للمنتج الصحيح نفترض أنك أنت حبيت أنك تشتغل في مجال الأحذية فبنيجي منتطلع كيف نظام الأحذية على موقع إيباي بنيجي نجد أنه في مبيعات بـ 34 مليون 34 مليون تلر فنيجي نحكي هدول الأربعة وثلاثين مليون كم بائع باع 126 ألف يعني نجي منحكي 34 مليون وخمسمية وستة وثلاثين وستمية وثنين وثلاثين بوينت خمسين تقسيم ألف وستة وعشرين مية وستة وعشرين ألف واربعمية وستين نعمل إنتر إحنا بنتكلم عن المينمم لمنتج واحد أنا أعطيك أفرج إنت ربيحت من منتج واحد بيعته 273 ممكن يكون ألف ممكن يكون ألف وخمسمية ممكن يكون مية أنا أعطيك الأفرج الأفرج شو المبيعات اللي أنت حصلتها إذن هذا بمنتج واحد وهذا خلال شهر طيب كيف لما تكون عندك 20 و30 و40 منتج كيف رح تجيب مبيعات إذن النقطة الأولى عشان أنجح في الطريقة الصحية للتسجيل والعمل على موقع إيبا الطريقة الأولى التعلم الخبير الطريقة الثانية البحث الصحيح البحث الصحيح الطريقة الثالثة خلنا أعلمكم إياها وهو العمل على نظام كاسيني هذا الموقع هذا شايفين هذا الرابط هذا السيرج بار اسمه كاسيني سيرج انجين ابتمايزيشن لما كتبنا شوز كيف هذا أخد أول نتائج البحث لأنه كتب مصطلح يبحث عنه الناس أنت بتعرف أنه عشان تقدر توصل لهذا المصطلح بدك ساعة تكتب عنوان ساعة ممكن تستغرب آه ولا كيف في فرق بين واحد باع وواحد ما بعش هذا بايع 1510 مبيعة شفتك شف كم إن كانك تربح إذن الطريقة الأولى التعلم الخبير الطريقة الثانية البحث الطريقة الثالثة كتابة مصطلحات تهيئك إلى نتائج البحث في موقع إي بي في موضوع آخر إنه علاقة في هذا الموضوع وهو هل أدخل برأس مال أو ما أدخل برأس مال إذا تواجد الرأس مال ممتاز لم يتواجد الرأس مال إليك فرصة التجارة العادية يا جماعة محصورة كانت فقط على أصحاب الأموال اللي عندون أسمان لما دخلت التجارة الإلكترونية وتصرنا في زمن فشو التجارة اللي هو هاي في حديث شريف إن علامات يوم القيام فشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها وهي فرصة وهذه إيجابية وسلبية في عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وهي الكوارث الطبيعي اللي بتصير معانا وخصوصا الكوارث الاقتصادية كل الناس توجهت للإنترنت ومن هون لبعد عشر سنوات ستنتهي كثير وظائف فإذا ما دخلت أنت في هذا المجال سريعا ستنتهي طبعا تجارة إلكترونية ولا تجارة رقمية اشتغلت في الفريلانسر اشتغلت مع وقع إي بي اشتغلت مع موقع أمازون اشتغلت مصمم اشتغلت ديزاينر اشتغلت في فوتوشوب اشتغلت مبرمج اشتغلت في نظام التسويق اشتغلت في نظام المبيعات اشتغل شغل خاص فيك يا معلم ضروري تعمل شغل هاي نصحتنا هاي نصحتنا احنا خروجنا على التيك توك وعلى السوشيال ميديا احنا ننصحك وهذا اول بزنس يعني هذا احنا بزنس مش شرط انه انت مش عاشبك انه والله احنا بنحكي وبنبيع كورسات فانت مش عاشبك هذا النظام معناته احنا مش ماشيين الحمد لله عنا بزنس نوم ماشيين وعنا بنبيع كورسات وبكمية هائلة اللي الناس فهمة عندها وعي انت انسان مش مقتنع اني انا اخد كورس بنواعيك بنواعيك وبعدين عشان احكي لك شغلة اذا انت بتشوفني انا بطلع قاعد بشرح لكل اشي وبقعد معك 24 ساعة وبعطي كل شي فري مجاني رح اصير مني عندك رح تكيلي واو بس تعرف شغلة دراسة 95% من الناس اللي باخدوا شي مجاني ما بيكملوا فيه 95% من الناس اللي باخدوا شي مجاني ما بيكملوا فيه ليش لان طبيعة الانسان مربوطة في الحافز انا انسان بدي ابلش ادرس جامعة فاذا انا والله معطيني الجامعة مجانا واداوم امتى ما بدي ومنحسبش عليه غياب مش رح اداوم ولكن لما ينحسب عليه غياب وادفع بالساعة 20 دينار وادفع كورسات ومواصلات ويكون الشغلة فيها جهد رح امجح هاي قاعدة في الحياة ابلس عشان تستمر يعني هل الجامعة اذا بدأ تفتح تفتح تسجيلة كل مجانية رح تفلس كيف بدأ تعطيك كيف بدأ كاتر بدو يقدمو لك نفس الفكرة معلم استاذ الرياضيات اللي بتاخد انت التوجيه عنده الساعة بعشرين بتجي حرام هذا علم طب وكيف بدو علمك هو كيف بدو يعيش صح كيف بدو يخلي البزنس شغال حتى لو عنده مليون بزنس حتى لو عنده هو مدرست وجامعت وبيجيه مصاري الدنيا وبيعلمك بيعلمك كمان هذا البزنس اللي مااخد من وقته لازم يكون في مقابله انت بكرة لما تدخل على إيباي وتنجح وهاي من سياسات ونجاحك في موقع إيباي حفظها هلا بنحكيها حكينا أوليش التعلم من خبير النقطة الثانية تكلمنا عن البحث النقطة الثالثة تكلمنا عن اختيار المصطلحات المناسبة النقطة الرابعة وهي المهمة انك تمشي في سياسة البزنس ما تبيع منتج من غير ما تسلم حقه ما تقدم منفعة بدون ما توخل مقابلها تعلم اذا بدك تنجح في البزنس لازم تكون هيك على إيباي انت بتسلم مبلغ المال قبل ما تشحن المنتج تخيل لوين لسبوم بتفعلك وبتعبض حقك قبل ما تشحن المنتج للسبون هذا البزنس بدك تنجح في البزنس بدك تدفع مقابل يعني بدك تخلي الواحد قبل ما يشتري المنتج تبعك يدفعلك قبل ما يندفع لانه إلك قيمة انت هلأ النقطة الأخيرة طبعا الموضوع إيباي موضوع ضخم جدا وواسع النقطة الأخيرة والمهمة هي تقييمات البائع تعالوا نشوف أول إشي الشغلات اللي بتخليك تنجح في موقع إيباي حكينا عنك التعليم بنعيد لك يعني التعليم من خبير البحث على المنتج الصحيح اختيار الكلمات المفتاحية وحكينا عن رأس المال كمان إذا عندك رأس المال أو ما عندك رأس المال أيضا الفيدباك عن طريق الفيدباك تستطيع تعرف شو الشغلات اللي بتميزك عن غيرك create price إذن في بعض الزباين بركزه على المنتج على السعر المناسب وسياسات السعر عالي إحنا راح يكون في عنا إن شاء الله الأشهر القادمة برنامج تسويقي متكامل يتكلم عن كيف تسوق تجارتك الإلكترونية بالطريقة الصحيحة إذن السعر المناسب الشحن السريع شوف لزبون بشتري منك وبتفى ما عندهش مشكلة إذا المنتج طول عليه كثير لزبون راح يزهب جزء يلغي يلغي الإشترا إنت هلآن أقعد في الدار وطلب وجبة سريعة إذا قعد ثلاث ساعات بدي أجيب لك إياه ما راح تغضى لو بعطيك يا بلاش تحكي لها شكرا ما بدي أنا بدي خلال ساعة نفس الفكرة لكن في حالي وحدة إذا كان منتجك مميز ونزل على السوق ولقاه بسعر عندك أقل من 30 دولار مثلا وما عنده مشكلة يستنى عادي بيستنى شهر رتوصره عرفت؟ إذن أولا السعر الممتاز السرعة في توصيل المنتج أيضا الخدمة تكون قوية جدا ومنتجات ملفتة create selection تكون منتجات ملفتة وفي الختام هذا التاجر عنده 13 ألف يعني بدك تشتحكي 13 ألف فيدباك وهذا يعني أنه هذا تاجر مهني يعني أنت بهمك أن يكون عندك أنت تغذي راجعة بهمك يكون في عندك أنت تقييمات عشان هيك أنت قبل ما تبدأ تبدأ على موقع إي بي تعلم الأول إشي افهم نظام يعني بعد أن تتعلم رح تعرف كل إشي أنت بعدين بعد التعلم لازم تفهم نظام المنتج كيف أختاره كيف أختار الكلمات المفتاحية لأنه ما عنديش الأسمال ضخه من ناحية تسويقية كيف أدرس الفيدباك على موقع إي بي افتح لك 10 20 20 ل 20 تاجر ناجحين تطلع على منافسيك وإذا أنت بدك تنجح لازم تنظر للمنافسين ادرس سوقك وابدأ هاي فرصتك يعطيكم العافية